تتواصل لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن الآلاف من المفقودين في الشرق الليبي عقب الإعسار دانيال الذي ضرب المنطقة حيث أعلنت السلطات الليبية تجاوز عدد الوفيات أكثر من خمسة آلاف شخص وبينما يتواصل جسر جوي من المساعدات الدولية إلى ليبيا أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص عشرة ملايين دولار لدعم المتضررين كارثة واسعة النطاق ألمت بليبيا لا سيما في مدينة درنة التي تواصل حصر أعداد الضحايا من الوفيات والمصابين وباتت شبه مدمرة بفعل الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال الإعصار المدمر دانيال زاد من وطأته انفجار سدود المياه في درنة بعد أن ضرب المدينة لتتدفق المياه في المنطقة بكاملها جارفة معها الأبنية وكل من بداخلها إلى حد إعلان اتحاد جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر عن فقدان ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص وهو ضعف العدد الذي أعلنت عنه أجهزة الطواري المحلية بشأن المفقودين ووسط حالة من عدم اليقين بشأن أعداد الضحايا بسبب استمرار محاولات تنفيذ عمليات الإنقاذ ودعم المناطق المنكوبة بما تحتاجه من مؤن ومعدات تزداد الأوضاع في درنة مأساوية مع تسبب سيول في انهيار معظم الجسور الرئيسية وهو ما زاد من صعوبة الوصول للمدينة الواقعة بين عدد من التلال وفيما يتفاقم القلق الدولي حيان الكارثة قدمت دول عدة مساعدات عاجلة إلى ليبيا وكانت مصر في المقدمة إذ أرسلت ثلاث طائرات نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الخيام وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر وإضافة إلى مصر يتواصل جسر جوي من المساعدات من دول أخرى من بينها الجزائر وتونس وقطر وتركيا وإيطاليا وفرنسا بينما أعلنت الأمم المتحدة تخصيص عشرة ملايين دولار لدعم متضرر الفيضانات في ليبيا